منابع فيضها المدرار من الإعجاز والإبهار هنا في آية جمعت عظيم الفكر والأسرار هنا في آية جمعت عظيم الفكر والأسرار من المضمون في غاية نداء الحق والراية من المضمون في راية نداء الحق والراية على الآفاق في أسرار وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله سبحانه وتعالى وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ هذا نهي من رب العزة جل جلاله عن الخلط بين الحق والباطل وعن كتمان الحق حال كون فاعل ذلك عالما بما يفعله هذا ملخص معنى الآية فقوله سبحانه وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تَلْبِسُوا مَعْنَاهَا تَخْلِطُوا يقال لبس يلبس من باب تعب كما تقول تعب يتعب هذا في الثوب لبس الثوب يلبسه لبسا وأما المعنى الآخر وهو الذي نحن بصدده فيقال فيه لبس لبست الأمر لبسا إذا خلطته لبس يلبس إذا خلط من باب ضرب كما تقول ضرب يضرب ومنه قول الله سبحانه وتعالى وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ إذن لَا تَلْبِسُوا لَا تَخْلِطُوا وفي قوله سبحانه وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ الباء هذه يحتمل أن تكون صلة كما تقول لَا تَخْلِطِوا الْمَاءَ بِهَذَا السَّائِلِ الْآخَرِ لَا تَلْبِسُوا هَذَا الشَّيْءِ بِهَذَا الشَّيْءِ فإذن لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ معناه لَا تَخْلِطُوا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ويحتمل أن تكون الباء مفيدة لمعنى الاستعانة كما تقول مثلا كتبت بالقلم أي كتبت مستعينا في هذه الكتابة بالقلم ويكون المعنى حينئذ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ أي لا تخلطوا الحق مستعينين في ذلك اللبس وفي ذلك الخلط بما تزيدونه عليه من الباطل والمعنيان متقاربان والخطاب هنا في هذه الآية القرآنية مع بني إسرائيل فإنهم تخصصوا فيما يحكيه عنهم رب العزة جل جلاله في هذين الأمرين الذين نهى الله عنهما وهما أولا اللبس والخلط بين الحق والباطل فهذه التوراة التي يتداولونها فيما بينهم فيها حق كثير لكن فيها باطل أيضا يخلطون بين هذا وذاك من الحق الموجود فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم لكنهم بدلا من أن يتركوا البشارة كما كانت في الكتب المنزلة واضحة جلية فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم على أوضح ما يكون بدلا من ذلك تركوا هذا الحق ولبسوه بكثير من الباطل وزادوا ونقصوا حتى التبست صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الكتب التي يتداولونها فيما بينهم فهذه إذن هذا أول ما نهوا عنه وهو الخلط بين الحق والباطل ثم قال وتكتموا الحق من جهة الإعراب كيف نعرب تكتموا الاحتمال الأول أن نقول إنها مجزومة كما أن تلبس مجزومة فإن لا أداة نهي وهي تجزم الفعل المضارع لا تلبس أصلها تلبسون حين جزمت بلا فإن علامة الجزم حذف النون لأن الفعل من الأمثلة الخمسة جميل يحتمل أن تكتموا معطوفة على تلبسوا ويكون معنى الكلام لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق فتكون تكتموا مجزومة أيضا وهي معطوفة على تلبسوا ما المعنى على هذا الإعراب المعنى أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن خلط الحق بالباطل وينهى أيضا عن كتمان الحق إذن هما أمران اثنان ينهى الله سبحانه وتعالى عن كل واحد منهما لا تفعلوا هذا ولا ذاك هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني في الإعراب أن تكون تكتموا منصوبة بأن نضمرة غير ظاهرة وتقدير الكلام وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْ تَكْتُمُوا وَأَنْ تَكْتُمُوا أي أن الفعل تكتم منصوب بأن المضمرة غير الموجودة غير الظاهرة وحينئذ فالمعنى ما هو المعنى هو أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن الجمع بين الأمرين ينهى عن الجمع بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق لا تفعل هذين مجتمعين وهذا كما يقال في المثل النحوي المشهور لا تأكل السمك وتشرب اللبن أو وتشرب اللبن لا تأكل السمك تأكل مجزومة بلا والأصل أن تقول لا تأكل لكن التقى الساكنان فقيل لا تأكل السمك إما أن نجعل تشرب مجزومة أيضا وتشرب اللبن أو أن نجعلها منصوبة بأن مضمرة فنقول وتشرب اللبن أي لا تأكل السمك وأن تشرب اللبن وقول رب العزة جل جلاله وأنتم تعلمون هذه جملة حالية بمعنى حال كونكم تعلمون وهذا ليس تقييدا للمنهي لهذا الشيء الذي نهي عنه وإنما هو في حقيقة الأمر زيادة تأكيد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حين قال وَلَا تَنْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّةِ وأنتم تعلمون ليس معنى ذلك أن النهي مقيد بحال كونكم تعلمون فقط لكن النهي في الأحوال كلها ثم هذا النهي يتأكد ويكون الأمر أقبح وأشد حال كونكم تعلمون لأنكم حين تعلمون فإن الأمر يكون أخطر وبيان ذلك أن الجاهلة قد يعذر ألا ترى أن الشخص إذا كان لا يعلم بالحكم الشرعي فإنه لا يآخذ على مخالفته والله سبحانه وتعالى يقول وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا فجعل الله سبحانه وتعالى الحجة لا تقوم على العباد إلا بعد بعث الرسل وَنَفَى التَّعْذِيبَ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ يقول المفسرون أي وَلَا مُثِيبِينَ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا فالجاهل معذور بجهله والذي يعلم يكون أشد محاسبة ومؤاخذة ولأجل ذلك قال وأنتم تعلمون لمزيد من تقبيح هذا الفعل الذي وقعوا فيه وحين يخاطب ربنا سبحانه وتعالى بني إسرائيل بمثل هذه الأوامر والنواهي فليس المراد بذلك هم هؤلاء القوم فقط ولكن المراد نحن أيضا في كل وقت وفي كل عصر لأن هذه الرسالة ليست خاصة بقوم وهذا القرآن ليس خاصا بزمن بل هذه الشريعة صالحة لكل الأزمنة وفي حديث أبي سعيد الخدري الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا من كان قبلكم حذوى القذة بالقذة ويقصد بذلك أهل الكتاب حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني المقصود هم نعم أقصد اليهود والنصارى فإذا هذه الأخطاء التي يحكيها القرآن الكريم عن اليهود وعن النصارى وجدت في هذه الأمة أيضا ولأجل ذلك نحتاج إلى التذكير بها وأن نهي عنها فلبس الحق بالباطل قضية ليست خاصة ببني إسرائيل لقد وجدت عند المنتسبين إلى الإسلام أيضا في أوقات كثيرة سابقة وفي عصرنا أيضا وللبس الحق بالباطل علامات من بينها تحليل الحرام وتحريم الحلال ببعض الدعاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان كما نجده اليوم مثلا عند بعض من يدعي التيسير والتيسير من الحق فإن كثيرا من النصوص دلت على أن هذه الشريعة الإلهية الربانية هي شريعة يسر والتيسير مطلب ومقصد من مقاصد الشريعة لا نشك في ذلك ومن أهم قواعد الفقه التي تستخرج منها فروع فقهية كثيرة المشقة تجلب التيسير إذن التيسير حق طيب هل تحريم الحلال وتحليل الحرام حق لا هو باطل إذن إناطة وتعليق تحريم الحلال وتحليل الحرام بالتيسير هو من باب نبس الحق بالباطل ومثل ذلك أيضا التحليل والتحريم بدعوة تجديد والتجديد أيضا حق فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الله سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها إذن التجديد مطلوب التجديد في الدين مقصد محمود إذن التجديد حق لكن إذا استعمل هذا التجديد لتحليل الحرام المجمع عليه أو تحريم الحلال المجمع عليه أو تغيير الشريعة أو تحريف الدين وهذا كله من الباطل فإن ذلك كله يجتمع في معنى لبس الحق بالباطل ولا تلبس الحق بالباطل وهناك أمور أخرى تدخل في هذا السياق من بين المعاني أيضا التي تدخل في لبس الحق بالباطل تسمية الأشياء بغير أسمائها كما نجده اليوم من تسمية الزنا حرية جنسية ومن تسمية الربا فائدة ومن تسمية الخمر مشروبات كحولية ومن تسمية الشذوذ الجنسي وعمل قوم لوط مثلية جنسية ومن ذلك أيضا تسمية الحرية بمعناها الغربي المعلم بمصطلح كمصطلح الحرية تتشوف النفوس إليه ويعد من مقاصد الشريعة إجمالا فهذا من تسمية الشيء بغير اسمه من لبس الحق بالباطل كالعدالة مثلا والعدل فإنه مقصد شرعي مطلوب لكن أن يأخذ معنا غير مشروع ويسمى باسم شرعي كاسم العدل مثلا فإن هذا يكون من باب لبس الحق بالباطل وأما كتمان الحق فكثير يدخل في ذلك ما يقع من كثير من الناس خاصة من المتصدرين المنظور إليهم من العلماء والدعاة وغيرهم ما يقع منهم من عدم الصدع بالحق ومن كتمان الحق عند الحاجة إلى البيان حين يكون المسلمون محتاجين إلى البيان الشرعي ثم لا يتكلم الذين أنيطت بهم أمانة البيان فإن ذلك يكون من كتمان الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى منابع فيضها المدرار من الإعجاز والإبهار هنا في آية جمعت عظيم الفكر والأسرار هنا في آية جمعت عظيم الفكر والأسرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر